اعزائي السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنساش تعمل لايك على الفيديو عشان فيديو ده مصروف عليه اتنين كيلو رنجة اكلهم طلع اقولهم انا النهاردة كلامي كلو رنجة اعزائي السادة المشاهدين خلونا نتفق انه لما حد بيقول حاجة غلط على نادي الزمالك بنطلع نقول الصح ولما حد بيطلع مثلا نقول ارقام سلبية على نادي الزمالك ويخلي الزمالك يبقى متفرد بالارقام دي ولو هو عنده نفس الارقام او حاجات شبهها بنطلع نقولها خلينا برضو نقول لما حد بيقل لأدبه علينا لازم نطلع نبلعه الجزمة نبقى جلق على الطريق الجزمة اخسار ابلعك الزمالك انت النهاردة هتبلع الزمالك اعزائي السادة المشاهدين النهاردة الحلقة 2 من الموسم رقم 2 مسلسل اخبأ اهلاو في مصر اعزائي السادة المشاهدين هاتوا كباية شاي وورق او قلب وكباردك قدامك واشحن النت عشان تراجع ورايا ويلا بينا يعني الترجي هيعمل انجاز او اي فريق هيعمل انجاز هيجي يعملوا هنا على مين هيجي يعملوا علي اكيد لا هيجي يعملوا على بخالتي اكيد هيجي يعملوا على الزمالك لان الفريق الوحيد في مصر المستوى الفريق اللي تقدر تعمل في اي حاجة هيجي يستعمل رقم كاس الزمالك ها اه 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 اهington ها اه اه ها اه تكلم دي عارف يعلم في واحد يطلع يقول لك ان الياردة هاطلع على اشك واحد Core يطلع يقول لك انا الياردة هاطلع ا瑞 اếك واحد تاني يطلع يقول لك اي انا الياردة هعمل مناظرة Messi يومينك في الكلام. انا النهاردة طالع هناك. والله العزيم النهاردة حرفيا طالع هناك. ولكن خلينا نقدم الاهانة دي قدام شوية بس بالله عليك انا اتلام. بالله عليك بس تحليفك بالله. ما تقدم الفيديو تروح تشوف الاهانة وبعد كي ترجع. لا. كمل الفيديو الاخر. خلينا نتفع اجابعة. ان احنا اقولنا في اول الفيديو ان اي حد هيقول حاجة غلط على الزمالك هنطلع نقول الصح. واي حد هيقول رقم سلبي متفرد بالزمالك. لو هو عنده منه هنطلع نقوله عادي. هنحس ان الناس يبقى عندها مثلا خلفية من الكلام هنا والكلام هنا. خلينا نخش في الموضوع. اي حدث في الدنيا فيه المرة الاولى. فطبيعي ان انت هتلاقي مثلا اي فرقة او اي دولة فيه فرقة منها اول مرة تكسب حد في مصر الزمالك. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي دولة تانية اول مرة فرقة منها تكسب حد في مصر تلاقي الاهلي. بس انت ما بتكلفش نفسك تدور. يعني تدور عادي مش مشكلة ان انت تدور والله يعني مش لازم كل حاجة هتنزلك من السماء في دماغك. لا هي بتجي بالمعارفة وان انت تدور. الموضوع سهل يعني. فانت انا هلا مش اقيل لك قبل كده هلا اسلام في فيديو يوض. اقيل لك يلا دور. دور لو في حاجة انت عايز تقول على الزمالك يكون عند الاهلي واطلع على حريجك هلا. انت ما بتكلفش خطرك تدعي النت يعني. بص يا باشا. اول مرة او اول فريق يكسب الاهلي او اول فريق سنجالي يكسب فرقة من مصر كان الاهلي. اول فريق يكسب فرقة مصرية من ليبيا كان برضو الاهلي هو اول فريق. اول فريق مصر يتغلب من فريق سنجالي هو الاهلي. واول فريق مصر يتغلب من فريق انجولي هو برضو الاهلي. فانت مفروض انت برضو هتلاقي حاجات هنا وحاجات هنا. لو انت بقى عايز بقى تتشامل وتتكلمني في ارقام زي ما كنت كنا بتقول لي أول فرقة أول مرة تسعد الدوري مفيه برضه الأهل هيمان اتحاد الشرطة كانت أول سنة سلي صعد الدوري أول فرقة كتب سعود الجميع مفترضي 그렇게 لا يصد النواب غزل السويس بدأت أول مرة يصعد الدوري بسبب الغذب فمن السويس الشخصيا لا أول مرة يصعد الدوري، كسبت الغذب فالمفروض انت هتلاقي حاجات هنا وحاجات هنا سهاج عارف سهاج سهاج بلد الممويل اول مرة في حياته يكسب ستة يكسب ستة في تاريخه كان كسب الاهل في كاس مصر فانت طبيعي برضه انت تلاقي حاجة كبعليش يا جماعة للورق دي لان انا اخيكو بينسا كتير اولي واندول فانا مش حابب اصقط حاجة اول فرقة تتغلب ستتين في موسم واحد كانت الاهل كانت ترامب وكان مين تانا يا رجالة الترامب والسكة فالمفروض انت طبيعي انت طالما انت فيه رقم سلبي انت حابب انت تذكره وما تذكر الا عندك هو انت لازم مثلا تفردني بالحاجات السلبية عشان تطلع تقول انت حاجات تجنن اول فرقة تتغلب من اي حد وانت يبقى عندك انت يا ربي يا مره يا تاتا عندك فانا مش عارف انت بتتكلم كده بناء على ايه او انت مثلا بتتكلم بناء على افريقيا وعلى حاجات متضور في افريقيا عادي ممكنطلع هتكلم وارد مما سنتقل في نص فدوني وانا مطلع ارد عليك عادي يعني مثلا يا عم الاهلي خرج من دور الـ 323 مرات الزمالك خرج 4 مرات او ايضا عين رقم الزمالك متفوق على الاهلي فيه في رقم سلبي الزمالك خرج من دور الـ 324 مرات والاهلي خرج 3 مرات تعالا اكلمنا ما بعد الزمالك خرج مرات دور الأفريقيا في دور المجمعات الزمالك أكتر فرقة خرج الزمالك خرج من دور المجمعات 5 مرات والأهلي خرج من دور المجمعات 5 مرات ايه القصة في ذلك شمعنا من انتستخدم برق naszych المناسبة لماذا لقد لا يوجد المناصر فى عادي المعت Path? لماذا لا تخص على هذا القصة لا يوجد خص على التصوص إلى نص النهائي و اهلي خرج من نص النهائي ثلاث مرات الزمالك خرج مرتين الزمالك سام حق بيتم الثانية وتمانين متش في بطولات افريقيا زمانك خسر خمسة وخمسين متش انا اديني بقى عقلك اطلع اتكلم لو انت واحد بتفهم بتفهم واطلع قولي يا عم ان انا بقوله غلطة لو انتركوا قبل اي حاجة هاتك بردك كده قدامك ونتك ورجع ورايا فانت المفروض اطلعش تقولي انت اغي فرق عايز تكسابك تكساب يا باشا ازاي يعني انا عايز افهم يعني ايو مرة يا لتاتا ما علينا نكمل الاهلي الاهلي اتغلب في افريقيا طبيعي يتغلب في افريقيا على ارضه والزمالك برضو طبيعي يتغلب في افريقيا على ارضه ما بيش حد عنده حصانة ان هو ما يتغلبش على ارضه ولكن الاهلي اتغلب على ارضه تسع مرات تسع مرات في الطولات افريقيا الزمالك اتغلب ست مرات بس ايو ايو ست مرات على ارضه والاهلي اتغلب تسع مرات على ارضه فانت منين تقول ان انا اي فرقة عايزة تكسب اللي مش عارف ايه تيجي تكسب الزمالك اي عادة عايز يجي يعمل رقم قياسي يعمل عايز زمالك طب ما هو الاهلي اكتر فرقة او اكبر هزيمة لفرق مصرية في الطرق افريقيا كان الاهلي وسندون ليه ما بتطلعش مثلا تذكر الحاجات دي طب ما انت عندك ارقام سلبية اكتر من اللي عندك ارقام سلبية ليه طالع حشرة في الحتة دي ما علينا نخش في اللي بعد في الوقت ساعد حاجة بنصاب اللي طبعا ايه بيعمل فيديوهات ويجتمني وجميل جدا وفيش مشكلة خالص انا عندي روح بياضي لو انت عندك روح رياضي ياقراط فانا عند 24 لو انت راجل قليل الادب فانا ما تربتش لو انت هتشلني على راسك اشيلك في عناية لو انت هتكلمني بادب اكلمك باحترام هتتناقش معايا هتتكلم معايا هتكلم معاك هتقل هدبك علي ههينك ههينك يوداد 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 يد يا اسلام يوداد 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 رب ابلك يوداد يوداد قولي لابنك محمد سامي خطه احمر يوداد قولي لابنك محمد سامي تاني قليل الأدب ومترباش ليه بقى قليل الأدب ومترباش لأن احنا اتعلمنا ان لما حد بيكلم حد كبير مثلا باسلوب مش كويس نقول له لا عيب والله ده حد اكبر منك فعيب لا انا لا انا معنديش الكلام ده انا لو كلمني حد كبير في السن بقلت أدب هاي اللي أدب عليه عاجب ومعنديش اي مشكلة ايه اه كيف الي اكبره انه يخد رخصة ان هو يقلني أدبه علي لوا هو اكبر منك فى السن انا ابو يا اتجوز امى بعد ابو ما اتجوز امى ايه مشكلة انت راجل قاليت ادبك علي اقلني ادبك علي ايه اللي قد ايه مشكلة لما بنت تطلعت تستبيح ان هي ممكن تقلأ ادبها على واحد ولما يجي تقلم اما فعشت تقلم انا استاذ دي بنت ايه لا ايه اللي قد ابي عليها عادي لمعند تتقدرت ايه رخصة ان هي مثلا تقل niño قد ادبها علي من المنظور ده انت مثلا بتتكلم معاه في كرة. ممكن تدوله حتى ناكشه كده هادية اللي ما بتفهمش هادية يا غبي. عادي عادي عاشت ما فيش اي مشكلة الموضوع. صد رد زي الفينجي بومج كده وحدة عندي وحدة عندك ممكن تطلع تقول حاجة ما عندن لاش اي مشكلة. تطلع تقول نصاب عادية. فيش اي مشكلة بالنسبال. انا نصاب. لا اي عم انا مش نصاب. عادي بس انت اقول زي ما انت عايز تقول برحتك برحتك. هنكلم يا موضوع زهراء. عملت فيديوهات قد كده. طلعت مع اره بل بالعكس انا اللي سجلت المكالبة الظهرة اللي كشفت ان هي فيها نصبه مش هنرجع للموضوع ده عشان الموضوع طويل وهيطول حكيه وانا مش عايز احلص وقت الحلقة في كده انا عايز اهينك عايز اكبر وقت اهينك فيه دلوقتي انت بتقول سيد حبيبا للصاب دلوقتي انا ما اسمه السيد انا اسم محمد سامي عاجل مش اي مشكلة ولكن نيجي هنا في الموضوع اللي هو لب الاهنة بالنسبة لك انت من منظورك انت شايف ان انت بتهني لما بتقول لي حبيبا مثلا حبيبا يا جماعة بس عشان خطر الناس تبقى فهم الموضوع ده اسم خطبتي ما مثلا ما يعرينيش في حاجة ان مثلا ما يتقلل حبيبا او بالعكس انا بحب خطبتي عالي وانديش اي مشكلة واسمها طول عمرها او طول عمري هيفضل ملتصق في اسمي فالموضوع ما فيوش اي شبهة اهانة ليك من منظوري بالعكس انا بحب خطبتي جدا ولا ما عنده مشكلة اكتبه لك يا عم على الاميل محمد وحبيبا ما عنده اي مشكلة ولكن انا هكلمك من منظورك من منظورك انت شايف ان انت كده بتهني عادي يا عم اكلمك من منظورك واقولك يا اسلام ياوداد طبعا اوداد دي بقى ولا اسم خطبتك ولا امرتك ده اسم امك انت عمك اسمها اوداد عادي ما عنده رايش اي مشكلة هل مثلا ده واقع ضرر عليك دلوقتي من منظوري لا عادي ما فيش اي مشكلة اي حد يتشرف باسم امه ويوطي على رجل امه ويبصها ولكن انا عارف انت دلوقتي قاعد عامل ازاي قاعد دلوقتي هتكبسها بون وتنم وتعيط لان من منظورك انت ده اهانة فانا لما اقولك يا اسلام يا ابن اوداد ويا اوداد لم ابنك عني انت هتحس ان انت مبدايق وهتحس ان هو ازاي جاب اسم ام من اين جاب اسم ام من اين ابن انا قلت لك يا حبيعة اتكلمني باحترام انا اتكلم باحترام والموضوع هتوخد هنتكلم بقلة ادب انا ما اتربيتش والله واعرف ما اتربيتش بجد انا طول عمري عايش برا عمال اه اروح اسكندرية شوية اروح لمحلة اشتغل في السويس اشتغل في السماء لا اعدتش بيتنا ما اتربيتش انا تربيتي تربيت شوارع اتربيتش في الشارع عايز تاخد وتدي معايا يا ابن الناس اهلا وسهلا عايزنا نقل ادبنا على بعض هقولك كلمة واحدة بس يا اوداد 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 يا جماعة الناس اللي عندي الناس اللي هي بتحبه الناس اللي بتحبه تدخل تقوله محمد محمد سامي بيقولك يا اوداد بس مش عايز اكتر من كده والله العظيم عشان خطر الرسالة توصله انا احب ان الرسالة دي توصله نيجي بقى ايه للجزء الاخير احنا نشوف الجزء الاخير بعد كده نيجي نتكلم عندما تبقى راجل وتشيل التوكا هبقى إسلام مهدي باشا اللي جزمته بتوكتك يرد عليك إنما إسلام هدي باش هطلع رد علي حد لا والنبي هنبف في الأرض والنبي ياوداد اطلع رد علي يا إسلامي ياوداد اطلع رد علي جزمتك بتوكتي ما ممكن قط بقى جزمتك بتوكا ما عدلش أي مشكلة إنما أنا بقى جزمتي برقابتك تاخد النقطتين معك في المجموعة وبالتوكا تخلي ماما تربطها أروح لي ماما كده لها مامي عشان طالع عشت من إسلامها هدي اربطيلي التوكا بس لا يا عمم أمي ستة كبيرة امي ستة كبيرة مش هتعرف تربط لي أنا صارحة على قدها ومش هتعرف تربط لي التوكا إنما أنا هخلي أوداد هي اللي تربط علي قول لها ياوداد اربطيلي التوكا علشان خاطر اطلع رد عليك انت أكيد وحيد بابا لأن بابا مستحيل يكون راجل وسايب لابسة توكا جميلة كده بص انا هصحح لك المعلومة وانا مش وحيدة ابو يا وامي واحنا اتنين انا وعمر محمد وعمر فتبتحمد ربنا من محمد بس اللي بيرد عليك واش محمد وعمر عشان ما يبقش الموضوع دبل ومتعب بالنسبة لك أما بنسبة بقى الموضوع لو كان ابوك راجل ما كانش سبك تعمل شارك لا انا ابو يا راجل ابو يا راجل قوي كمان طب انت مثلا ما جاش شبه لك انا عرفته موضوع وداد ده من اين اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قلت الأدب ببلاش ولكن الاحترام هو اللي بفلوس مع السلامة ياوداد وأتمنى لك مشاهدة سعيدة ويرب تنام أو تعرف تنام النهاردة اكبسها بون وتصبح على خير